أنا أطلبهم طلباً حتيتاً حرصاً على أنفسهم أن يعتقوا أنفسهم من النار بغض النظر على الخلافات السياسية والمآرب والمقاصل وكذا لكن أنت تأمل في كلام الله وتأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت مطالب أن تحكم به أيها القاضي الذي حكمت وغيرك تأملوا في هذا وراجعوا أنفسكم ولا تمضوا في غيكم فإن هذا ظلم هذه دماء دماء مسلمين دماء أبرياء دماء أنتم يا دولة يا دولة ليبيا أنتم الذين كلفتموهم أنتم الذين أمرتموهم بالقتال وعرضوا أنفسهم للخطر ومشقة القتال وكذا ثم بعد ذلك تكافيونهم هذه المكافة وتبدون في الحكم عليهم الأول فالأول بالحكم بالإعدام أنا أتمنى من أهل القضاء والله هذه وصمة عار في القضاء الليبي القضاء الليبي لا شك أن فيه أناس شرفاء وأن هناك أناس لا يظن بمثل هذا الهراء وأنهم يعلمون أنهم سيلقون ربهم إما أن يكونوا على منابر النور وإما أن يكونوا في الجحيم والسعير لأن هذا منصب يعني ليس مثل سائر المناصب الأخرى هي يتعلق بدماء الناس وأموالهم وأعراضهم وحرماتهم فلابد على أهل القضاء الشرفاء أن يقفوا من هذا الحكم موقفا قويا جريئا يرد ينصف المظلوم ويرد الحق إلى نصابه يعني أنتم يرجى منكم أنتم الذين يلتجوا إليكم يا أهل القضاء يا رجال العلم يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد يا قضاة العدل يقول يا قضاة العدل يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد والظالم لابد أن ينتخم الله منه لا شك في ذلك لا يظن أن أحد أنه سيفلت من العقاب وأنه الآن معه السلطان وحكم وكذا ترجمة نانسي قنقر